طيب التوازن الحراري من شون اوازت درجة حرارة الجسم اول شي حتى نفهم الهو يكون ما بين ال36 و ال36.1 الى ال37.5 هنا اكون غلط لازم تكون .5 خلنا نصل لها السريع بس لحد يقول اللي هي احنا لازم تكون 8 فها رح تكون 37.8 يعني ما بين ال36.1 الى 37.8 بهذا المعنى فها رح تكون هي عبارة عن عندنا الحالة الثانية عندي شي اسمه الهايبرثيرمية اش وقت اقول على هذا الجسم عنده او هذا الشخص عنده هايبرثيرمية اللي هي ارتفاع بدرجة الحرارة لازم تكون درجة حرارته اكثر من 38 و 30 حتى اقول انت هايبرثيرمية اهنا اكو عدنا نوع من الملاحظات ادي اذا وصل درجة حرارة الجسم 41 فهو دخل بالbrain death يعني brain death begins رح يبدي الدماغ ما تيموت لان درجة حرارة الارتفاعات ما يتحمل الbrain هذه الدرجة اذا وصل لل 45 فهو ممكن يصر عنده اذا وصل 50 فهو اكيد ميت و رح يصر عند درجة حرارة الجسم بسبب ارتفاع درجة الحرارة عندي شي اسمه بيركسية اللي هي الفيفور الفيفور اسمها بيركسية اسم الموالدها بيركسية هي ارتفاع بدرجة حرارة الجسم بسبب الانفلاميشن الموالدهания من الأفلاميشن فهاو ناع daí هي الآن سوف نأخذ من تلك ما هي الغاية من وجود الفيفر طبعا الفيفر تسبب نقطة معينة وهي Increased Metabolic Rate ما سوف أستفاد منها Better Immune Response أنا لدي الاستجابة المناعية للجسم تم عن طريق Cell فمن أني أسبب Increased Metabolic Rate سوف أسبب Increased Function بالEfficiency Of the Immune Cells يعني المنزل سوف تكون فعاليتها أعلى فعاليت الدفاعية أعلى بهذا المعنى الحالة الأخيرة اللي هو Hypothermia Hypothermia انخفاض درجة حرارة الجسم مش وقت أقول إنه هذا الشخص عنده Hypothermia لما تكون درجة حرارته أقل من 35 رح أقول إنه عنده Hypothermia طبعا الhypothermia سبب decrease بالMetabolic Rate والسبب أيضا decrease in the Oxygen يعني ما رح تحتاج كمية يعني كمية الأكسجين رح تحتاجها أقل من يكون شخص عنده Hypothermia